مرسى عالم من أهم المدن الساحلية اللي بتطل على البحر الأحمر وهي مش مكان نقضي فيه أجازة بس لكن هي وجهة لكتير من الشباب للعمل وللاستثمار أيضا وده لأن مرسى عالم مدينة فيها كل مميزات المدن الساحلية الرائعة بتمتلك الشركة المصرية للاستثمار العقاري ست مشاريع في مدينة مرسى عالم وحدها وتعتبر هي الشركة الوحيدة للتطوير العقاري الموجودة في قلب مرسى عالم كمان بتمتلك الشركة أفضل شاطئ في مرسى عالم والذي يصنف بأنه تالت أجمل شاطئ في العالم بدأت الشركة المصرية للاستثمار العقاري العمل في السوق من عام 2005 وإذا حبيت نعرف مميزات الاستثمار في مرسى عالم يبقى أكيد الفقرة دي تهمك واللي مشرفني فيها يا الأستاذ طاري إسماعي رئيس المبيعات والتسويق بالشركة المصرية للتطوير العقاري أهلا بك أهلا بحضر لك يمكن أنا دلوقتي قلت مميزات مدينة مرسى عالم وإنه أنتوا من أهم فعلا الشركات وممكن أكبر شركة بتشتغل في مرسى عالم ومتنبئين بأن مرسى عالم هي المستقبل اللي جاي حضر لك أنت بذكرانا كويس أكيد 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 الحاجة هتفيد حضرك جدا تمام وده هيبقى عروض حصرية لمشاهدين حضرك بس زي المرة اللي فاكتب كان في عرض والحياة كان العرض رائع وأنا شاهد علي الحقيقة وكان علي إقبال كبير نهار ده تمام في عرض في آخر الفقرة بالزبط بس العرض ده يعني هيبقى العدد معين فاحنا عاوزين نبقى عادين بس لحد آخر الفقرة ونعرف كويس قوي إيه اللي احنا بنقوله ونعرف إيه الشركة المصرية عدد وحدات محدود محدود تمام لأن احنا بالعرض ده احنا مش بنكسب احنا بنعمل بنوفر دعاية للشركة بتاعتنا عن طريق حضرك وعن طريق مشاهدين حضرك تمام الأول احنا الشركة المصرية الحمد لله من سنة 2005 نوجد في السوق المصري عندنا ست فنانيق مسلمين قبل كده منهم فوند وكنزة هاوس كنزة هوليدي خيال حريك المول الوحيد أكبر مول موجود في مدينة مرسى عالم هو الحمد لله بتاع الشركة المصرية الاستثمارة عقاري بتاعنا كنزة سنتر مرسى عالم تمام عندنا مرسى قدري عندنا مرسى بلازة عندنا مرسى بيتش عندنا مرسى سي فيو كل ده مشاهدين بتإضافة لسه في 8 مشاريع جاية جديد يعني ده جزء وفي جزء اللي جاي لسه في 8 مشاريع الحمد لله احنا كل المشاريع هنا في مدينة مرسى عالم في وسط مدينة مرسى عالم احنا لا قبل المدينة ولا بعد المدينة احنا في وسط مدينة مرسى عالم وده اللي بيميزنا الحمد لله ان انت موجود في وسط المدينة حتى مشروع جديد لن نتكلم عنه النهاردة ضر في وسط مدينة مرسى عالم النهاردة فان مرسى عالم فيها امتيازات كتير جدا زي ما حركت كلمت يعني يعني الشاطئ الوحيد المصنف على مستوى العالم ده موجود في مدينة مرسى عالم شاطئ شاربن لولي ده التالت عالميا مفيش شاطئ في مصر ولا في الشرق الاوسط مصنف جير شاطئ شرب اللول الوحيد المصنف التالت عالميا ده احنا كمصريين ما نعرفوه هاريك مرس عالم فيها حيث اسمها محورة النيزك محورة النيزك دي في مقولة ان سنة ستة وتسعين في نيزك ضرب عمل بحيرة البحيرة دي الناس بتيجي من كل حتة في العالم استشفاء فيه احنا كمصريين ما نعرفوها هاريك اول حاجة بيحطها الاجنابي هو نازل مصر مرس عالم تكالح حضرك احنا كمصريين لما بروح هناك الاجنابي بيبصلنا يعني باستغرار ما بيعرفوش ازاي مصريين موجودين هاريك احنا الاسهب كمصريين ما نعرفش ايه مرس عالم مرس عالم الوحيدة اللي فيها شعب مرجانية واسماك ملورة الناس بتيجي من كل حتة اللي دايبنج و سنوكر موجودة فيها مرس عالم فيها اسمها محمية الدولفن محمية الدولفن ده الدولفن ده محمية بده ما حارب تتفرج عليه فوق من مدرجاتنا انت بتنزل بتعوم معاه ده مش موجود في مرس عالم مرس عالم ده هو ما في البحر عادي اه طبعا ده هو محمية ده مش في حمام سباحة ولا ده بحر اسمه دولفن هاوس او بيت الدولفن ده موجود هناك في مدية مرس عالم هاريك احنا ما نعرفش عنه حاجة ليه؟ مشكلة مرس عالم هي كات حاجة واحدة ان هي بعيدة عن القاهرة ده حقي هي تبهن عن القاهرة حوالي 720 كيلو طيب النهاردة الدولة مشكورة حلت النقطة ديت فيها هيسمها القطر السريع بيتعمل في مطار اعتقد طيب فيها مطارين مش مطار بح دي عشان عدد كتير ما نجون هناك فيها مطارين صحيح ده نهاردة كمان القطر السريع دوتها هيبقى تلها استعجوا ومدية مرس عالم ده كلان سنتين او سنتين ونص الدولة هتخلص بعدين يستاذ طاري اللي بيروح شرم الشيخ برضو ما بيروحش بالقطر ولا بالعربي بيروح بالطيران بالظر فهي هي طيران لمرس عالم هو طيران لا تتكلم بقى لما يبقى فيها قطر السريع كمان هيوفر في التكلفة بتاعت الطيران تلس ساعات تبقى جوا المدينة الأسعار وقتها تبقى عاملة ازاي ومرس عالم هتبقى عاملة ازاي ده شكل الوحيد ده نفنرو الجديد اللي احنا نتكلم عنه النهارة لسه نتكلم عن اللي هو السمارت هوتل بس في نقطة عاوزة وضحها مرس عالم هي المدينة الوحيدة اللي استثمارك مضمون فيها طول السنة ليه؟ فيه هناك مناجم مناجم بتاعت الدهب دي المناجم بتاعت الدهب اللي شجالين فيها معظمها أجانب الأجانب دول موكمين دول بيجوا عندنا احنا نحن موجودين في وسط البلد فبنأجلهم هم فانت استثمارك في كل الوحدات يعني كل عملة نتلكوا معانا من أول يوم للتعاقد كان بيكسبوا ومن أول يوم للإستلام كان بيكشرهم الدكل الدكل ده مش فترة 6 أو 7 أو 8 وقفل زي الساحل أو أي مكان تاني لا ده طول السنة استثمارك مضمون طول السنة فانت بتكسب أعلى أجازة أعلى مستوى وأعلى استثمار موجود كمان في مناجم طيب كلمي بقى عن الفندق ده طيب قصة الفندق اللي هو سمارت هوتل اللي احنا نتكلم عنه النهارة هي هو عراك احنا الحمد لله روادنا للستثمار الفندق في مصر فعدنا نشوف إيه أجدت حاجة بتتعامل في العالم كله في نظام الفنادي اكتشفتنا في حاجة اسمها سمارت تكنولوجيا العالم كله بيتجه لي اللي سمارت تكنولوجيا حارك مثلا انت مواجدة مدام سمحت مثلا انت كل سنة تنزل الأسباني تمام تقدى أجازة فحارك بتتسلي طيب انت يا جماعة عندكه سمارت نظام السمارت في الفنادي فبيقولك لأ فالرائل الأجنبي بيغير الوجه بتاعته خالص من أسبانيا يشوف دولة تانية عندها نظام السمارت يعني ممكن يغير الدولة كلها عشان خاطر انه ما فيش نظام السمارت في الفنادي نظام السمارت ده هو أعلى مستوى سياحي موجود ان حارك انت موجودة في الوحلة بتاعتك الجورفة الفنرقية المكان اللي هي سمارت يونيت في شاشة الشاشة ده انت بتعملي كل حاجة عن طريقه كل حاجة الإضاءة بتتجاهل عن طريقه بتلتاح التلفزيون عن طريقة التكيف عن طريقة بتطلب الهاو سكيمين عن طريقة بتعمل الروم سيرفز بتطلبها عن طريقة الراسيفشن عن طريقة ممكن قلناها وحدة تحكم فيها تحكم كل حاجة بتتحكمي في الوحدة وفي الفندق بخدمات الفندق اللي انت محتاجها كلها موجودة فيها مش بس كده الفندق بتاعنا موجود على وسط مدينة مارسة عنا على الميدان الرئيسي المارسة عنا الفندق ده عطيبا عن الشاطئ حوالكم سميت متر تمام فندق ده بكل مستويات خمس نجوم حمام السباح شاطئ خاص هاو سكيمين روم سيرفز فندق متكان الوحدة الفندقية اللي اللي سمارت يونيت موجودة جواه كل حاجة انت محتاجها موجودة فيه هراك احنا هنبقى الفندق الرقم 15 على مستوى العالم فيه اللي سمارت يونيت ده على مستوى العالم كله اكتشفنا ان فندق اللي سمارت يونيت ده هو اكتر حاجة الناس بتروحها دلوقت ليه اكتشفنا ان كمان اللي سمارت يونيت ده بيبقى محجوز اجاراته لأربع خمس سنين جاية ياه والله الحد أربع خمس سنين جاية كل فندق سمارت يونيت محجوز لأربع خمس سنين جاية دي عشان المستوى اللي بيقدمه سيحكوا ده بقى تتجه لحاجة اللي سمارت فاحنا عملنا نفس القصة الفندق بتاعنا اللي هو سمارت يونيت احنا بنيين منه 40% ده معنى ايه احنا مش لسه هنبني فيه احنا مش بنبني بفلوس العميل اي مشروع بنيبتدي فيه هو مبني منه 40% والحقيقة يمكن كتير مشاكل حصلت بسبب البيع على الورق قبل ما الشركات ما بتبني ايه دي المشكلة وعملت مشاكل كتير في الازمات الاقتصادية اللي فاتت فكون انك انت بايني 40% ده بيهديني انا اطمئنان كعميل اني اجي اشتري من عندك وانا متطمئ بصا مدام سمحة ايه سبب المشكلة هلاك انت رايح وعارف انها مش مبنية عالارض طب اللي بيبيع على الارض ده بيعمل ايه بساني مدام سمحة تيجي فتدفع لبوزيت مبلغ كبير بلغ ويحطه ويبني بيه طب مدام سمحة مجاش مش هيبني اه احمد مجاش مش هيبني لأ انت النهار ده من البداية قبل اي حاجة ما بناء 40% طب المفاجأة بتاعتنا التانية الحضركة عارفة ان احنا مش بنبيع مشروعنا بالكامل احنا بنبيع 50% و50% بتاعنا صحيح يعني احنا بنستثمر معكم بس ظهبت الحمد لله ليه لان انا كمان بستثمر معاك بكسب معاك طب انا بحتاجك ايه محتاجك معايا عشان لسه في مشاريع تانية اه فانا انت شريك معايا انت مش مالك وحدك والله لا انت شريك معايا هراك انت بتكسب منها وانا بكسب منها فاحنا بنين من المشروع 40% اللي 40% دول تمام موجودين النهارة على ارض الواقع بتاعك جميل طيب هراك النهارة استلام بتاعك خلال 3 سنين بيه 3 سنين بندن نفسنا اكثر درجة لكن ممكن تسلم قبل كده الحمد احنا فعز الازمات اللي فاتت وهنا بنسلم قبل كده صحيح حصل فكان لنفس القصة المرار دي لا انا بدي نفسي هراك النهارة جيدي منام سمحت عقدت معاك قلت احراك هسلمك بعد 3 سنين جيت قبل 3 سنين سلمتك هتقولي ايه هبقى مبسوطة جدا وهقول الشركة دي احسن شركة موجودة في السوق رب انا كليك جينا بعد كده 3 سنين تاخرنا 3 سنين ويوم هتقولي عليها مش ملتزة بالزبط لا احنا بنبعد عن الكلام ده ليه في مشاريع تانية انا كايفة عليها فيه سمعة كايفة عليها فيه سمعة بنت قبل كده من 2005 انا بكملها دلوقت فتسلمة كلال 3 سنين ده اقصى مدة تمام طيب النهارة تسلمها زي ما احنا قلنا بتشوفها زي ما انتا شفتها كده سمارت يوم بكل الوحدات في مستوى 5 نجوم فنو 5 نجوم بكل الخنمات فيه شاطئ خاص وفي كل حاجة تابر عن الشاطئ زي ما قلنا حوالي 500 مت طيب النهارة انت بتكسب ايه النهارة بمجرد محارك بتستلمها ماينفعش النهارة انا نسمعها ادفع 3 مليون و4 مليون كله فحاجة هستخدمها شهر اتنين او هأجرها شهر دا لو استخدمتها اصلا الشهر او اتنين كلهم دا وهقفلها وهقفلها طب طب ما حرام لا النهارة انا بطملك الاستثمار دا اللي احنا قلنا بقى الاستثمارت لقنا على مستوى العالم محجوز لمدة 4-5 سنين دا اللي احنا بنعمله لك بنجمل لك استثمارك من اول يوم للاستلام ان انت من اول يوم للاستلام بتاعك هربتدي تستثمر هادا يطلع لك فلوس يعني من اول يوم انت ممكن تعجرها لي بالزبط مظبوط كده بالزبط افهم بقى معاك عقد استثمار وحرائك بتكسب واحنا بنكسب حرائك بتكسب ايه قريبا تكسب ان انت كل يوم نخلق داخل من اول يوم طول السنة مش فترة معينة يعني عقد الاستثمار انه يعمله مع بعض مش رهر 6 و 7 و 8 لا ده طول السنة دي عشان قلنا فيه مناجم الدهب ناشى جالها هناك اجانم الاجانم دول ما كمين طول السنة وبعدين معروف انه جو مرسى عالم جو دافئ يعني كمان شغالة في الشتة حتى لو على السياحة هي برضو شغالة في الشتة شغالة كده و كده بس احنا بنتكلم لقدر الله سيح حصل في اي حاجة لقدر زي كورونا كده المحاصل بقت فيه ايه ما بقولكش لا انت مش هتكسب لا بقولك لا احنا معتمدين على الاجانب المكومين لا ده هكسبك كمان معاي طب انا بكسب ايه كشركة هراك انت المطروح كبالك انت مش ملزم تاكل وتشرب هناك جوان مكان لكن الاجنبي اللي جاي مين هيأكله هيأكل ونشرب في المطاعم بتاعه اكيد صح؟ زي ست المياح داك هتاكلها كمالك بخمسة جنيه ده ابسط مثال اوه اوه هيأكلها بخمسين جنيه اه طبعا ليه لانه هيأكل بالسعر السياح مش هيتعامل زيك انت راك الأونر مالك من الاضافة ان انت كمان بتمتلكك من ده مسامعة بحسة في الارض نقطة دي مهمة جدا اه طبعا يعني انا دلوقتي لو اشتريت وتعقدت معاك النهاردة مش بس بتديني عقدة وحدة انا كمان بقلية حصة في الارض طبعا العقدة بتاع حضرتك مكتوب فيه حصة في الارض حصة في الارض دي حاجة مهمة جدا طبعا ليه اي حاجة ما فيهاش حصة في الارض ده مش ملك انا كده بقى شارية في الهواء كده بقى شارية حاجة في الهواء حاجة اسمها حق انتفاع مش ملكية ودي ملكية بتاعتك مدى الحياة وبتاعتك مفتاحها في جيبك الوحلة اللي سمارت ريون دي بتاعتك وفتاحها في جبل بتاعتك كده بس وليك حسة في الأرض عشان إحنا الأرض بتاعتنا طلع من محافظة البحر الأحمر عقد محافظة البحر الأحمر الترخيص طلع من مجلس مدينة مرسى عالم داكت صورة بالسجل للتجاري صورة من البطاعة الضربية صورة من عقد الملكية الأرض صورة من الترخيص كل دا بيبقى معاك صورة كمان ملكية من يعني الأوراق سليمة ميافرين الحمد لله كل ما شارعنا كده زي ما قلت حريرك احنا بنحافظ على الصمعة اللي اتعملت من 2005 أكيد الحمد لله وصمعتكم معروفة الحمد لله يا ربنا فعايزة بقى المشاهدين دلوقتي يعرفوا عارضك النهاردة علشان يعني والعارض دا بتاع قرية مصر بالضبط كده في المشاهدين حريرك النهاردة احنا العارض بتاعنا احنا زي ما حريرك عرف احنا بناخدش مقدم احنا زير مقدم طيب احنا كده مش هناخد مقدم ولا مليم ولا مليم 10800 جنيه تمام لمدة 10 سنين عشر سنين العارض بتاعنا النهاردة هو خاص من 75% لمدة 24 ساعة بكرة بس مش معنى كده ان هو بكرة يعني بكرة اي عدد هيجي لأ حضراك انت عندك ارقام الارقام دا هتبعد صوت البطاقة بتاعتك على الواتساب الارقام اللي على الشاشة دلوقتي هي اللي هيبعته عليها على الواتساب صوت البطاقة صورة البطاقة بتحجز معي حاجز مبنائي تمام وتيجي بكرة لان هيجي وقت والسيستم يقفل لانه عدد معين عدد وحدات معين معين هو اللي في العارض دا بالزبط كده بكرة حضراك هتيجي تشرفني هتيجي تتعاكد معي على العارض الخاص طالما انت البطاقة بعتت وتكل السيستم يبقى بدل من 10800 هيبقى استك الشهري 2700 جنيه لمدة 10 سنين مش 10,800 جنيه يبقى انت كده هتدفع 2700 بدل 10,800 شهريا شهريا من غير اي مقدم ولا حتى ولا حتى اللقصات ربع سنوية ولا نص سنوية ولا الكلام او شهري هو قصة شهري عبارة عن 2700 جنيه بدل من 10,800 جنيه لمدة 10 سنين وبتمتلك الوحدة وبتلخل العادة بتاعك كل بتعمله بتجيب العادة بتاعك وأوراق الملكية وفيها حصة من الأرض وملكك وبمجرد الاستلام خلال 3 سنين انت بعد كده بتأجرها بتستفيد منها وبيجيلك عائد انت بتكسب انا الحقيقة عرض مغري حقيقي والوحدات محدودة زي ما قلنا السرعة في الحاجز عن طريق الواتساب الارقام الموجودة ومش معنى ان حركت بعدت البطاقة كده انت حاجست لا ده حاسم حاجز مبدئي معناه ايه ان انت البطاقة ده كانت السيستم فاتقبديت فانت نخلت العرض بس لازم تجي لبكرة لان عرض بكرة بس عشان تمدي العقل عشان تمدي التعاقل وتدفع الممدرة بشكرك جدا جدا جدنا الاستاذ ساري اسماعيل رئيس المبيعات والتسويق بالشركة المصرية اهلا وسهلا بحضرتك ويعني انت نورتني الله يخليك انا سعيد بحضرتك فاني شكرا جدا الله يخليك فاني ايزايا المشاهدين سعيدتوا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم على وعد بلقاء في الأسبوع المقبل في نفس المواد شكرا لطيب المتابعة الى اللقاء